مزهواً بنصره يقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سفح برج إيفيل الشهير في العاصمة باريس أمام الألاف من مناصريه فقد حصد أكثر من 58% من أصوات المقترعين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسته مارين لوبان بهذا الفوز يهزم ماكرون ذي التوجهات الليبرالية الوسطية لوبان اليمينية المتطرفة للمرة الثانية منذ استحقاق 2017 ويصبح أول رئيس النحظة بولاية ثانية منذ عشرين عاماً وثالث رئيس في تاريخ فرنسا يفوز مرتين متتاليتين بالاقتراع العام بعد فرنسوا ميتران وجاك شيراك هنا في ساحة شامدو ماس رمز السيادة الفرنسية خطب ماكرون من أمامه ومن يراه عبر الشاشات لست رئيساً لفئة ما أنا رئيس الشعب كله أعلم أيضاً أن العديد من مواطنين سوتوا لي اليوم ليس لدعم أفكاري ولكن لمنع أفكار اليمين المتطرف أريد أن أشكرهم هنا وأقول لهم أنني أدرك أن هذا التصويت ملزم لي خلال السنوات القادمة أحيي إحساسهم بالواجب وتعلقهم بالجمهورية وأحترم الخلافات التي تم التعبير عنها في الأسابيع الأخيرة على الضفة الأخرى وقفت لوبان مقرة بالهزيم ومتوعدة بمواصلة كفاحها السياسي ضد ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو لست مستاءة أو حقيدة اليوم لقد دفن ألاف المرات وأثبت التاريخ ألف مرة خطأ الذين توقعوا زوالنا في هذه الهزيمة لا يصعني سوى الشعور بنوع من الأمل هذه النتيجة شاهدة على عدم ثقة الشعب الفرنسي بقادتهم اليوم هذا أمر لا يمكن تجاهله ونتطلع إلى تغيير ذلك هزمت لوبان ثانية لكنها هزيمة بطعم النصر فمنذ الحرب العالمية الثانية لم يحصد اليمين المتطرف أصواتا كما حصد اليوم وصحيح أن ابنة أبيها أحد عربي اليمينية الفرنسية جام ماري لوبان لم تبلغ سدة الحكم في فرنسا لكنها جعلت اليمين المتطرف قاب قوسين أو أدنى من الإليزي همام سعداتي أرتي عربي